يقول السائل ما حكم الشرع في من يدعي أنه داعية ويقوم بالدعاء إلى الله ويأمر بالصلاة والحجاب ويأتي بأدلة شرعية ولكن تجده لا يطبق أوامر الله عز وجل في نفسه مثال ذلك تجده حليق ويلبس ما يسمى بالفنطالون ويجلس في مجالس مختلطة رجال ونساء نعم هذا أدى واجبا وهو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وترك واجبا وهو العمل بما يقول فإثمه عليه لكن نحن نقبل منه الحق نقبل الحق إذا قال الحق قبلنا ولا ننظر نقول ما يعمل به فالحق يقبل ممن جاء به والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي الذي قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد النبي قبل ونهى أصحابه أن يقول هذه الكلمة مع أنه يهودي فالحق يقبل ممن جاء به وكونه لا يعمل به هل إثمه عليه هو موسيقى